عمي أنا ما عرفت عميش ما عم تسمعني وأنا عم لك ما بنتي يسمعي روحي بنوشي يعني ما بيكفي لك لحياتيني من الصرح ما رح تروح فيلي هالباب ناجيه ناجيه بعد هيك بنوشي عمي بس أعطيني فرصة لحتى أحكي لك الأفكار اللي عندي ومين قال لي كله بدي نسمع أفكارك ناجيه بعد هي أعلم عمي بتنشاك سمعني شوي أنا بدي صالحكم مع بعض على مهلك ناجيه إيش هو أمضحشي على الفرن سمعني شوي عمي نبوش موزعلت منك من تحت راسي أنا تمام تركني صالحكم مع بعض وأعملكن عرص وجوزكن ونقطكن ليرا دهب وكيف رح تسوي هي؟ سمعني قللك كنت عم فكار إنو بكرا نعمل عزيمة عشا كبيرة لنبوش ببيتنا رح نضبط ديكور هاد البيت ونعمل أجواء ونحط ورد وموسيقى وكل شي بيطلع بإيدنا وأنا رح فهم ناجيه كل شي وهي بتضبط كل شي وبتطبخ كم طبخة محترمة بس أنا بكرا إجازتي مديحة خانم إي لا ما حذرتي حبيبتي هذا وضع طارق بكرا عنا عملية مهمة أنا وياكي هون الإجازات والعطل ملغية حتى إشعار آخر إي لا ما بصير الحكي وبعدين هاي المخلوقة إلها شور بأخذت إجازة بنتي روحي على إجازتي وانت سمعي شايفي الخطة الإلتياه هلا؟ انت رح تنبزيها أنا؟ إيه ووقتها رح أقدر سابحي وأنا رح رو خبر لبهار وإلا إنه بكرا هي معزومي عنا عالعشها والخطة اللي إلتياها بالدوح انت رح تنبزيها يا الله شو هالم صيبة السودة هاي؟ كل الشغل رح يطلع من رأسي أنا أصلا كله من تحت رأسك انت آخ آخ آي آي نبري روحي جيبيلي كولونيا قبل ما تروحي على إيجازتي كيف بدي أشتغل كل هالشغلة حالي؟ الله يصطف الفيدي أنا جي يهدي ضروري تحكي إزام عمي إنه إجازتك بكرا شو مني؟ من وين بدي يبلش هلا؟ ماليا بيفهمني بقصص النفخ والطبخ والخضرة؟ هالمخلوقة شكلة بتفهم رح ضل ماشي وراها آم 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 شو انتي انتصيتي بعيوني؟ عفوة ما انتبهت يا خانوم بتعرفي حاسستك ست بيت شاطرة وبتعرفي شو المنح و شو اللي مو منح يعني مبين من شكلك انك ست بيت مرتبة و شاطرة شو هالمرة هاي مجنونة؟ يي كأنه حكينا معا شي عاطل شو فيي انا كمان ست بيت ايه ست بيت و مرتبة و شاطرة أهلين نوس أهلين اختي تفضلي ايه شو بدي اخذ من هدول و قديش لازم اخذ؟ شو بديك؟ اخ انتبخ قلبي ما لي خلق لشي حط حطون كلهم ما فهمت عليكي؟ حطون كلهم كل شي عندك يعني لحم عجل خاروف جاج بقر سماك حطوني ايهم كلهم حطونو خلصني يلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى وهلأ أنا شو بدي أعمل بكل هذول الغراض؟ أحسن شي إني حطك بجاية كبيرة من كل شي جبتو بلا ما يطلع علي صيط الكنة البخيلة مملح بعدين آبهات مبين من عيونة أنه فجعانة راح قتل كل شي على النار حتى يغلي بعدين بحط tienen رشة فيلفور رشة ملح و بوقتها آبهات راح تعكل كل الأكل و هلأ أنا راح حطرج للخاروف لحتى تنسلق منيح راح تشوفي كيف راح يطير عقلك من الطعم يا نبوش خانم خلاص كبرت القصة برأسي هلأ من زين الرز تابعنا بنعنا اعتازة بهالطريقة أيوة صار منظره بجنن بلشت عصب لأنه عمي وعشيئته تأخروا كل هالأد آها لكن إجو مرحبا أهلين يا خانم تفضلي أهلا وسهلا أهلين وسهلين فيكي نباهات خانم شرحتينا أهلين فيكي مادام شكرا عناك الجاكيت إسلموا إيديكي راح أعز بكي لا ولو شكرا كيف الصحة حبيبتي بتمنى تكون منيحة اي اي منيحة وأنت كيف صحتك وأنا منيحة منشكر الله تفضلوا ما تضلوا وارفين شرفوا لجوة تفضلوا شكرا شرف عمي شبا شو هالصفرة الحلوة يا مديحة عصفير بكي عم تزأزي من الشوع إذا بتحبي منبلش بالعشا يا خانم تفضلوا 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 بس دي أنا بهات خانم تفضلي ارتاحي هون ما أقول شكرا لألي شكرا أهلا وسهلا عمي بس دي أستنى تفضل ارتاحي أهلا وسهلا عمي وصديني وصفتي هاي رح تدخل عالم الطبخ رح صب إلك كمان أيوا تفضل عمي شربوها هي وسخنة لأنه إذا بردت مو طيبة شكرا اشبكو نشربوها بقا يلا 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 ها يلا هي اسلامو ديكي من تي اسلامو ديكي بجنن سختانو هنه نبهات خانم طالعب تاخد لعي المديحة تسلم عمي صحتينو هنا كتير طيبة شو حط جوتها الشربة مديحة خانم تعرفي أنا ما رح اروح قبل ما أخذ الوصفة مني طبعا نبهات خانم تكرم عينك راس بصل كبير ومنحط معو كرافس كوسة فخة خاروف شو حطيت كمان بقلبها فستو سوداني وعصرت حبتين بردقان وحطيتهم فوقهم وبيتنجان وصدرجاج نبهات شو صر ليك نبهات شبه نبهات نبهات خانم شبك نبهات أنا عندي حساسية من البتة شو ألت حساسية عمود الوضاع الوضاع اسماعيل بيك مديحة يلا نشوف التصقي بالإصحاب ثوران الوضاع اسماعيل بيك نبهات 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 حبيب جرت علي انه لي هم بديك تكون لحالك تاحت الأنوار لا تنسي معروفيت رح أطلق كولونيا مقدات الو الو مرحبة بعثت لي إصعاف عدد واحد ايه بسرعة تباش� سرعة نبهات بس أنا ما رح إسكتلك أبداً ها عمي، نيحة اللي إجيت تعه معي بسرعة عاد على الطاولة وكمل أكلك لك مديحة، شو غصتك؟ شو عم تقولي؟ لو مش الصبح وأنا أعجب المخلوق بالمستشفى أنا ترح تموت وشو بيعرفني إنه عشيتك عند حساسية من الفستق السوداني بعدين لا تخاف عليها لأنه مثل القطة بسبع رواح بتموتنا كلنا وما بتموت وطمن عمو ولك عيب عليك الحكي اللي عم تحكيه هاد لماذا تفرجيني خلقت هيك؟ أنا وإياكي ما عد بيناتنا لا سلام ولا كلام أنت يعيدي وكلي وأنا رح أرتاح وطلع بعد شوي من هون والله وطلعتي مو سهلة ليكو نبوش طبعاً بارح العصر رح تزحلقني أنا من القصر وهذا عمي لوين بدي يروح من ورا ضهري؟ ما أقول أتركك عمو أترك عمي لقمة سائغة للادياب وكلاب الطريق حسن السناني عمي شو جابوا لهون يا ربي دخيلك؟ هاد أبدو أجيب آخرتي يعني؟ أه خلاص جام لك يا فتون لو سمحت رؤق شوي حاش تعملي بحالك؟ خلاص جاملي بحالي بأه سعونتي؟ يا عمري أنا شو شتقت لك؟ أهلين حبيبي أهلين حبيبي حبيبتي وانا شتقت لك كمان مرحبا أخي جغال حبيبي تعاى؟ جدي كيفك يا بنتي الحلوة؟ بتصدي لما أنا سمعت صوتك على التارفات؟ بسكت حريب الزور حتى ما قبكي؟ جدي انتظر ممتاز يا روح قلبي انت عم جد أنت ما بتتخيله قداش أنا فخور فيك يا بنتي برافو عليكي حبيبة قلبي ليش زعلاني حدا مضايقك شي جدي تعال معي شوي أنا بحكي لك شو صاحي تتركني من كل شي وفهمني ابني بدي أفهم منك بما أنك أنت بتعرف مكان فتون ليش ما خبرتني ابني انشغل بالي عليها كتير أي والله يا جدي أنت معك حق لا تواخذني أنا كتير آسف بس صدقني كلية اللي صار صار بسرعة كتير كبيرة ولما لقيت الفتون نسيت كل شي طيب مو مش خلي أنا أسف سامحتني جدي تفضل لك تعال عود شو هم يصير هناك طيب وابني جون شو عم يعمل مع القزمة ام اقواء كمان أخ منك يا عمي انت اللي حارقلي قلبي من جوه وقاهرني شو هاد كمان إله العمال عمال عمال يوم صيبتي أنا كان ناقصني العمال ناقصنا فضايح طلعت ام اقواء باقتي ورا الصحافة كمان يا حبيبتي يا فتون عم قللك صبري شوي ورا مرحبا جينا على الأنوان اللي قلت لنا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا شرفتك شر من وين طلعوا هدول فجأة؟ أنا عزمته هذا اللي صار لي ساعم بشرح لك عنه يلا خفوا يا شباب كيف يا؟ أنا جاهز انت بعتت ورا هون أم وقجو؟ بيجو مؤجو؟ أي طبعا فتراسي أول ما تطلبيون بيجو فورا لعندي جانبيك انت جاهز؟ أي طبعا فضلا وأخيرا نفدنا نفدنا نقشت معنا هالمرة عم محق شايف بعينها سمعنا المحضب تاكول حتى تشارك بالإصدار الأول للرواية يا الله الحمد لله الحب أكيد مثل ما بتعرفوا رواية فتون صدرت عن جديد وأنا متواجد هون اليوم لحتى أدعمك مبسوطة فسعونتي أخيرا ميسون وصلوا الجماعة بعد دار النشر يلا نحنا لازم نبلش بالإضيافة يلا أولا 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 يلا أنا أرجع معي صدقي صدقي تعزا عدني ياميت أهلا وسهلا أهلا وسهلا سهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا نجد بها النكي المكان هون كتير حلو مبروك شكرا كتير إلا صدل أهلا وسهلا فرح شوف الأبناء شو بسير شو اللي عم بسير شو اللي عم بسير هني؟ رفيف رفيف طاي طاي يه؟ هدا أنت خالة مديحة؟ طاي طاي قربي لهون خالة مديحة شبكي؟ ولك طاي أنت شو عم تعمي هون؟ أنا ولا أنت خالة مديحة؟ طاي اللي حق تعمي الخرفان ولقيت حالي هون والشي اللي شفته أنه الأمور فاقت توقعاتي شو عم بيصير طاي ما عندي أي فكرة عن الموضوع الكاميرات والمصورين معبين المكان يه؟ سمعي شو بدي أقلك بنتي هاي الفرصة الزهبية لازم تستغليها يلا متحمسة كتير لأنه هي أول رواية لإلي وبتمنى أنه تنال أعجاب القراء وتصلون عاطفتي من خلالها عفوان إذا بتريد ممكن تمرئني هاي؟ هاي رفيف جوفيني هلو شو جابون هلا؟ ولي معها أمو يا جون تعو تعو بسرعة يلا خلونا لحي صورهم رفيف ومديحة خانم معه بسرعة بسرعة جاهزوا لي الكاميرات لهم يلا جاهزي شاهزي جون شو جابون لهون؟ ما بعرف يا فتون ما بعرف أبدا خلاص أنت خليكي هادي ماشي أنا رايح أفهم كل شي مرحبا يا أهلين ممكن مقابلة بسيطة مع حضرتك حبيبتي حابين نوجه لك شوية أسأل اللي بنتك يا أي طبعا أريد أن تفضلت إلى إيشان بحد الموضوع ممكن نعرف ستفضلت إلى كل لهم ايدي شو يا جماعة أنا آسف ممكن تمرؤوني لو سمحتوا رفيف أنتو شو عم تعملو هون؟ كيفيني أفهم أنتو أمي شو جابكم لعنا؟ كنت جاية شوفك وظاهر أجيت بالوقت المناسب حتى أنا ما كان بيطلع بإيدي أصنع هيك صدفة حضرتك جاية كرمال ترويج الرواية؟ لا مو هيك القصة أنا أجيت لأخذ زوجي وطبعا هو لبه دعوة دهر النشر بس صار لازم نمشي بس نحنا منعرف أنه أنتو كنتو رح تنفصلوا في مستجدات جديدة نحنا ما منعرف فيها؟ ايه أكيد طبعا أفيك تقول أنه نحنا عم نرع على بعض أفيك تعطينا تفاصيل أكتر؟ ولهذا السبب حضرتكم هلأ مع بعض؟ بعدو 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 منوشي شوي بعدو يهد شبه علي شامبيك يزاب تريد مدام رجان ورفضون بس جعوبين عليك يا فتون ليكي؟ كمان ما رضي ياكل هالمرة؟ ليك عمي؟ ليكون عامل ريجيم هالولاد؟ عامل ريجيم ومكتر ريجيم بالعشق والحب يا حبي آخ آخ يا عيوني آخ آخ صفي أنا على نص الولاد صفي جلدي على عظم ابني من قلة الأكل يا عمي ابني اللي متلى الوردة نشاف جسمه وراح يطئم من نحفه لك مديحة فهميني شو عم تعبلي قاعدة يا ابنده بحظي يا عمي لك مو انت لتنصرتي قلت إنه يمكن عامل ريجيم لا شو عم تحملي الحركة؟ مات ما سخرت مفكرني ما بعرف إنه ما عم يعكل من أهره بس ما حدا وصله لهون غير هديك القزم اللي ما علي نفس شوفه بنوب انتو كلكم وصلت وجهان لاي الحالي ولا صرحي لشوف أنا رايح ايه؟ لوين رايح عمي؟ اللي يكون عندنا بوش طلعت من المستشفى شو دخلك مديحة؟ شو دخلك؟ عمي لا تكون لساتك متضايق مني مشاو موضوع نبوشة أوف ابني عنده إدمان على هديك القزمة وعمي لقى حبيبته نبوشة ونسيني وأنا بقيت وحيدة بها البيت شو بدي أعمل بحالي؟ جيت جيت أنا هون مديحة خانم انتي لا تقلقي برافو ناجية برافو رشي كولونيا لقلك رشي بديك كمان؟ لك حطي إدماء فيك ناجية حاس حالي بدي غوطين شمميني شمميني أهدي أهدي جممي ايه هذا اللي صار ناجية وشو بتقلي بعدين بوتوكس؟ مين بوتوكس مديحة خانم؟ أه؟ لك أنا عن مين قلنا ساعتين عم نحكي هون؟ صار لي من الصبح عم بحكي لك عننا مسمينا بوتوكس بيناتنا قرارات البلد لك بتكون نفسها بريهان اللي بتحط عدسات واللي شكل وشها مثل البطاطاية اللي مبعجرة انتي عن جد ما خرجين حكا معيك على العالم ناجية مخك ما له شغال أبدا عطيتك كل المعلومات وانتي مصطلة وعمت اللي ليمين بوتوكس مو هيك مديحة خانم بس تاركت طبها منه خلاص خلاص ناجية فيمت عليكي أومي روح يتبخي انتي ما خرجين حكا معيك بنوب أحسن شي حاكي حالي متل المجنوني يعني عالقليلة بعمل ردة فعل لو كانت كذب بشو بدي سلي حالي أنا هلأ قوم لعب طاولة عالانترنت مثلا يعني مثل المتقاعدين ساعة انتين حابب كون أنا وياكي عالبحر ناجي يا الله ناجي بالديانة نقعد عالبحر أنا وياه بلاها لعب طاولة رايحة هلأ بموعن ناجية 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 خبري السيارة تحطر الشوفير بسرعة ناجي أنا فورا إجيت كنت رح طق من مللي بالبيت لدرجة اني كنت قاعدة عم بتحد بس أنا وناجية نيح اللي دقيت شو رأيك نطلع نتعشب شي محل وبعدين منروح عالسينما مديحة تركينا من السينما هلأ طالب تشوفك لحدة نحكي بشي تاني ايييييييييييييييييييييي salt أكبد بدك تقعد تحكيلي عن حبك وعشقك إلي مليتي من الحكي أنا قلنا نغير اللي الموضوع هالمرة آيه لا ما تدوحي مو هيك القصة شو لك هنفقعت لي مرارتي أنا أنا بدي ننفصل يا مديح يعني صح نحنا انفصلنا من قبل أكتر من مرة بس بس هالمرة غير بدي إنهي هالعلاقة ومعد اتراجع ابنه مديحة مديحة أنت مديحة يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإختارات لتكون أول من يشاهدها